وصلنا لمحطة كنوز الأقوال قول النهاردة لعالم النفس الأمريكي إبراهام ماصلو المتوفى سنة 1970 وصاحب هرم التدرج للإحتياجات البشرية الشهير جدا إبراهام ماصلو بيقولك الضروري لتغيير الإنسان تغيير فكرته عن نفسه لو أنت عايز تسافر وفكرتك عن عربيتك أنها ضعيفة جدا عمرك ما هتاخدها في المشوار الطويل ده وتبقى إشكالية لو أن العربية دي قوية بس أنت الوحيد اللي ما تعرفش قوة عربيتك نفس الكلام دي على نفسك وإحنا في رحلة الحياة كلنا بنحتاج نغير حاجات في حياتنا نغير شغل معين صحبة معينة نغير صفات مدايقانة في نفسنا صعب جدا الإنسان يحقق أي تغيير وهو صرته عن نفسه متدنية أنا ما عنديش إرادة أصلا عشان أغير أي حاجة وبالتالي الضروري زي ما بيقول بقى إبراهام مصلو لتغيير الإنسان هو تغيير فكرته عن نفسه ثلاث أفكار محتاج ترجعهم عن نفسك هم منضبطين ولا فيه تشوف نظرتك لنفسك رقم واحد تقديري لذاتي أتحب ولا لأ رقم اثنين إيماني بذاتي أقدر ولا لأ رقم ثلاثة القيمة الذاتية شايفها صح أنا بضيف في الحياة النفسي وغيري ولا لأ رقم واحد تقديري الذات أتحب ولا لأ تبتبص في المراية كده فكرتك عن نفسك إيه لأن نفسك بتغلط وصوت غلطاتك ساعد بيبقى عالي بس فيه صوت تاني انت لازم تعليه إنك لما بتغلط بتتعلم وفيه غلطات كتيرة انت ممكن تكون بتكررها بس بتعتذر كتير لو زعلت حد وبتطب لربنا كتير ومين في الدنيا مش بيغلط فما تغلبش صوت إن أنا بغلط دي ما تغلبش صوت إن فيه عيوب كتيرة منفرة لأن فيك صفات كتيرة جدا الناس بتحبها بس المهم تكون حاطة نفسك في المجتمع اللي فعلا بيقدرك ممكن تلاقي صوت في مسألة تقدير الذات أنا تحب ولا لأ تلاقي الصوت دي بيقولك أنا همتي ضعيفة فيه حاجات كنت عايز عملها وما قدرتش عملها هتلاقي صوت تاني جميل محتاج تغلبه إن أنا رغبتي قوية جدا بس محتاج أرتب أولوياتي فخليك منصف وانت باصص لعنيك في المراية في مسألة أتحب ولا لأ ليه ده اللي هيشجعك تنضم الفريق عمل وتحس إنك إنت قادر تشتغل ده اللي هيشجعك قاعدة واستقلتك وإنت حس إنت مقبول أنا أتحب ده اللي هيشجعك لما تغلط تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ما أعرضش عنك أو ترهك إنما بيقبلك بعيوبك ده اللي هيشجعك إنك إنت ما تحسش إن الناس كلها ضدك وإنك إنت ممجوز فتعيش دايما في مؤامرة كده وعايش حس إنك إنت إلا تقديرك لذاتك أتحب ولا لأ فافتكر القول الضروري لتغيير الإنسان هو تغيير فكرته عن نفسه الفكرة التانية الإيمان بالذات أنا أقدر ولا لأ طيب تبص لنفسك في المراية كده ساعات يطلع صوت عالي يقولك إن فيه إنجازات كنت عايز تعملها وما قدرتش فلازم أنت تغلب صوت تاني تقول لأ فيه إنجازات كنت عايز أعملها وعملتها فيه سنة دراسية كنت عايز أنجح فيها وانجحت فيه شهادة ولو صغيرة كنت عايز أعملها وخلصتها يا سيدي أنت لو بتصلي ربنا مقدرك وبيقول عليك كبير قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فأنت أصلا لو بتصلي أنت بتعمل حاجة كبيرة جدا مش بس كده أي فعل صغير وإنجاز صغير منك ربنا بيقدره فأنت بص لنفسك بالطريقة دي مش فاكر لما سيدنا النبي قال إن ربنا بيقول من أتاني يمشي أتيته هرولة واللي قبلها قال فيها من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا فأنت حتى أخذك لخطوات بسيطة تجاه ربنا ربنا بيقدره وبيجي لك أضعاف مضاعفة فبلاش تحقر من إنجازاتك وبلاش تبص التصرفاتك ونجاحتك اللي في الدنيا إن ملهاش قيمة لأنك أنت مدى بتاخد أي خطوة لو سمحت خليك مؤمن أنك أنت عندك إرادة بس يمكن تكون محتاجة قويها أكتر بس أنت مش ضعيف الفكرة الثالثة وهي كنز من كنوز قول إبراهام مصل الضروري لتغيير الإنسان وتغيير فكرتها وعن نفسه المرتبطة بالقيمة الذاتية إحنا قلنا التقدير الذات أتحبه ولا لأ الإيمان بالذات أقدر ولا لأ ثم القيمة الذاتية أنا بأضيف في الحياة النفسي والغيري ولا لأ طبعا بالضيف بعد عمر طويل وأنت لو مد مش متصور كده في ناس هتعايت عليك كنت أنت بالنسبة لهم حاجة في الحياة من أول ناس هتصلي في الصف الأول من هيعملولك صدقات جارية هتلاقي والله هتلاقي بلاش تضاؤل ما تصغرش من نفسك يمكن تكون آخر تجربة بالنسبة لك مثلا اللي مخليها صورتك مهزوزة في مسألة أنا بضيف في الحياة ولا لأ ممكن يبع عندك تجربة فشل في علاقة حيث أنك أنت خسرت إنسان مثلا مهم في حياتك بس ما تحكمش بالتجربة الأخيرة دي على قيمتك وإضافتك في الحياة ممكن تكون حاولة تفتح شركة ونفعاتش فحسيت أن أنت ملكش إضافة قوي وأنك أنت مخلوق لشيء ضئيل وده مش حقيقة لأن رب العالمين بيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الله أعلى من أنه هو يخلقك وانت ملكش قيمة ولا لك أي إضافة لكن ما تحكمش بتجارب ممكن تكون موجعة بالنسبارك يبقى هم تلت أفكار تلت كنوز في قول إبراهام مصلو الضروري لتغيير الإنسان هو تغيير فكرته عن نفسه تقدير الذات أتحب ولا لأ الإيمان بالذات أقدر ولا لأ القيمة الذاتية أنا بضيف ولا لأ يقيناً لو كنت منصف ومش بتتضاءل قدام نفسك لما تدور هتلاقي نفسك عندك التلت مميزات دول بس بص صح لنفسك والتاريخك والحياتك